أشهد وزير الموارد المائية والرأي دكتور هاني سويلم بدور الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الظهيرة الصناعية للدولة المصرية وما تمتلكه من خبرات متميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية بالإضافة لكفاءتها التكنولوجية التي تمكنها من إنجاز الأعمال وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية وهو ما دفع الوزارة للاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في مجال إنشاء وتطوير وتجديد جميع محطات الرأي والصرف على مستوى محافظات الجمهورية جاء ذلك خلال حضور وزير الموارد المائية والرأي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب المهندس مختار عبداللطيف توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء والهيئة لتنفيذ أعمال الإنشاء والتجديد والصيانة لمحطات الرأي والصرف على مستوى الجمهورية وقال وزير الرأي إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد وأضاف أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تختص بالعديد من المهام البارزة في مجال الرأي والصرف حيث تتولى الإدارة والإشراف على تشغيل وصيانة محطات الرأي والصرف القائمة والإشراف على محطات طولمباط الرأي والصرف الجاري إنشاؤها والتخطيط لإنشاء محطات جديدة تبقى لاحتياجات منظومة الموارد المائية وبالتنصيق مع جهات الوزارة المعنية الأخرى